كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الرسل معجزات وأظهرهم آية فله من المعجزات التي وقعت وتكررت في أماكن مختلفة وأحداث متعددة ما لا يحصى ولا يعد منها وما حدث في غزوة الأحزاب الخندق من تكثير الطعام والشراب القليل حتى أكل ألف رجل من شات صغيرة وصاع شعير سنذكر لك الغزوة وما بها من معجزات ولكن قبل بداية الحكاية الرجاء الصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وفضلاً وليس أمراً الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واستقر هناك وفي السنة الخامسة من الهجرة لم يرضي المغضوب عليهم بهذا الحال وبالطبع نحن جميعاً نعرف المقصود هنا فقرر هؤلاء الظالمون أن يفعلوا شيئاً للتخلص من النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين لأنهم كانوا يعيشون معهم في المدينة فبحثوا عن ألد أعداء المسلمين وعقدوا معهم اتفاقاً وهم قريش وبعض القبائل في المنطقة قالوا لهم نحن سنكون معكم حتى نستأصله فردت قريش عليهم قائلة يا معي أنتم أهل الكتاب الأول قولوا لنا من دينه أفضل نحن أم هو فأجابهم المغضوب عليهم دينكم أنتم بالطبع أنتم على حق أكثر منه سبحان الله ظلمهم جعلهم يقرون بعبادة الأصنام لكن لا يعترفون بالتوحيد فنزلت فيهم هذه الآية ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلاً وعندما سمعت قريش ذلك فرحت واشتدت عزيمتهم لتنفيذ المطلوب شعروا بأن ضميرهم مرتاح وأنهم أصحاب حق خرج المغضوب عليهم من عند قريش وذهبوا إلى قبيلة أخرى وهكذا اجتمعت جميع القبائل لنفس الهدف وحدوا صفوفهم ووضعوا الخطة وصلت هذه الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان من الضروري أن يضع خطة أيضاً للدفاع عن المسلمين فأحد الصحابة اقترح فكرة رائعة للغاية وهي أن يحفروا خندقاً حول المدينة لكي لا يتمكن أحد من دخولها وكان هذا الصحابي هو سليمان الفارسي رضي الله عنه وكانت هذه الفكرة جديدة تماماً على العرب أعجب النبي صلى الله عليه وسلم بالفكرة وأمر بتنفيذها اجتمع الصحابة وقسموا المهام بينهم وكل شخص كان له دور محدد والنبي صلى الله عليه وسلم عمل معهم بنفسه يحفر ويزيل التراب وكان التقص بارداً للغاية والرياح شديدة وكانت الموارد لديهم محدودة لم يكن هناك طعام كاف لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربط حجراً على بطنه من شدة الجوع الظروف كانت صعبة للغاية لكن لم يتوقف أحد منهم عن العمل فكانوا يحفرون ويغنون أناشيدة ترفع من معنوياتهم وعندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك دعا لهم قائلاً اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاكرم الأنصار والمهاجرين وأثناء الحفر واجه الصحابة عقبة حيث ظهرت صخرة كبيرة لم تتكسر مهما ضربوا فيها لم يكن هناك فائدة فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه قال لهم إنه سيتولى الأمر بنفسه فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وأمسك بالفأس وقال بسم الله وضرب أول ضربة في الصخرة فتكسر ثلثها قال الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام وقال للصحابة والله إني أرى قصورها الحمراء من مكاني هذا في لحظات تكسير الصخرة هذه وفي عز الأزمات أوحى الله له بمستقبل المسلمين وأنهم سيتجاوزون كل هذه المحن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله وضرب ضربة ثانية بالفأس فتكسر ثلث آخر من الصخرة قال الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس وقال للصحابة والله إني أرى المدائن وقصرها الأبيض من مكاني هذا ثم قال بسم الله وضرب ضربة ثالثة فتكسرت باقي الصخرة قال الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن وقال والله إني أرى أبواب صنعاء من مكاني هذا بالطبع استبشر المسلمون وفرحوا بما سمعوه وأكملوا الحفر بعزيمة وإيمان وحسن ظن بالله بعد أن أتم المهمة وأصبح الخندق جاهزا تماما في مدة لا تزيد عن ستة أيام بعدها ظهر على النبي صلى الله عليه وسلم أثر التعب والجوع الشديد ومن الناس الذين لاحظوا ذلك كان الصحابي جابر بن عبد الله رضي الله عنه فذهب جابر إلى زوجته وقال لها لدينا شيء نأكله فأخرجت له كيسا به بعض الشعير وكان لديهم شاة صغيرة قرر سيدنا جابر أن يقدم هذه الأشياء للنبي ليأكلها فقالت زوجته لا تعرضنا للإحراج أمام النبي والصحابة مشيرة إلى قلة الطعام فأوسطه أن يذهب للنبي ويدعوه فقط سرا بالفعل قام جابر بن عبد الله بطحن الشعير وذبح الشاة ووضعها في القدر وخرج يدعو النبي للأكل عندما وصل إلى النبي أخبره في السر عن الطعام الموجود عنده في البيت ودعاه وقال له أن يأتي معه رجل أو رجلان يختارهم لكن النبي صلى الله عليه وسلم نادى لكل الناس قائلا يا أهل الخندق قوموا للطعام بالطبع تفاجأ سيدنا جابر فلم يكن يتوقع ذلك فقال له النبي ألا يزيل القدر من على النار ولا يخبزوا حتى يأتي إليهم فرجع سيدنا جابر إلى بيته وقال لزوجته ذلك وكانت تدعى سهيلة رضي الله عنهما فرأت النبي يأتي مع كثير من الصحابة وكان عددهم تقريبا ألف نظرت زوجته لسيدنا جابر وقالت له ويحك جاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه المهاجرين والأنصار أي أنها شعرت بالإحراج لأنها أوصته بذلك فرد عليها قائلا النبي هو الذي دعاهم ليس أنا الذي قلت لهم أن يأتوا فاطمأنت زوجته ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم ودعا بالبركة في الطعام وطلب منهم أن تساعده واحدة في الخبز جلس النبي بنفسه يخبز للناس وكان يخرج من القدر ويضع في الخبز ويعطي الناس حتى أكل الجميع وشبعوا يقول سيدنا جابر إن القدر كان لا يزال يصدر صوت الماء يغلي فيه وفيه لحم كأنه لم يأخذ منه شيء والعجين كان كما هو لم ينقص سبحان الله مر الوقت وجاءت اللحظة الحاسمة وصل جيش المشركين ووقفوا أمام الخندق غير قادرين على دخول المدينة استمروا في البحث عن أي ثغرة ولم يجدوا وعندما كانوا يحاولون الاقتراب كان المسلمون يرمونهم بالسهام فيبتعدون عن الخندق حاصروا المدينة والمسلمون ظلوا محاصرين لمدة ثلاث أسابيع تقريبا أو أكثر كل ذلك في ظل طقس صعب للغاية ورياح شديدة وبرد قارس وموارد تكاد تكون معدومة لدرجة أن بعض المسلمين بدأوا يشكون في الإسلام نفسه وتركوا الحراسة وذهبوا للاختباء في البيوت مما أحدث تقلبات كثيرة في صفوف المسلمين فنزلت آيات من الله تصف هذا الموقف هناك ابتليا المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا لله ورسوله إلا غرورا لكن في المقابل كان هناك أناس متمسكون بدينهم وواثقون في نصر الله لهم وكانوا يحسنون الظن بالله وقد وصف الله هؤلاء المؤمنين في آياته ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من لمؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وفي هذه الفترة بدأ الكثير من الناس يتساءلون عن موقف الله في ظل ما يحدث الآن يقولون أين ربنا من كل هذا استغفروا الله العظيم وهم لا يستوعبون أن الحياة بأحداثها كلها اختبار صعب لكن من ينجح في هذا الاختبار سينال النعيم الأبدي في الآخرة نسأل الله أن يثبتنا جميعا آمين عندما كانت فترة الخندق كان هناك عمليات استفزازية من المشركين بما في ذلك عمرو بن عبدود العامري الفارس الشجاع والشهير بشجاعته وصلابته كان يتحدى المسلمين ليأتي أحدهم لمبارزته مستفزا إياهم بكلامه اللاذع عن جنتهم وعندما طلب سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يبارزه كرر النبي صلى الله عليه وسلم طلبه بالابتعاد وعندما استمرت استفزازات عمرو أذن النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا علي بالمبارزة فلما نزل عمرو للخندق وواجه سيدنا علي طلب عمرو منه أن يأتي شخصا آخر أكبر منه في السن لكن سيدنا علي رفض ذلك بحزم وأعلن استعداده للقتال وبدأت المعركة بينهما وكانت الرؤية ضبابية بسبب الأتربة ولكن سمعوا صوت تكبير بالأسفل فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن سيدنا علي هو الذي فاز وكانت هذه الهزيمة النفسية كبيرة للمشركين إذ أن أحد أقويائهم خسر بيد شخص لم يكنوا يتوقعونه حتى جاء اليوم النبي صلى الله عليه وسلم وطلب من المسلمين من يتطوع للذهاب إلى معسكر المشركين ليحصل على معلومات كان الجميع صامتين خائفين من الظروف الصعبة التي كانوا يمرون بها ولكن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه خرج ليؤدي المهمة التي كلف بها النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أن يغادر أوصى النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة ألا يتدخل في أي أمر هناك حتى يعود إليه سالما ودعا له بالحفاظ من كل جهة فشعر حذيفة براحة نفسية تامة ولم يشعر بالخوف أو البرد في الطريق إلى معسكر المشركين وعند وصوله هناك رأى أبو سفيان يحتمي بالنار ويحضر للمغادرة لكنه تذكر وصية النبي صلى الله عليه وسلم فامتنع عن إطلاق السهم وبعد أن عاد حذيفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجده يصلي وشعر بالبرد الشديد مرة أخرى ودل على قربه منه بإيماء فنزل حذيفة تحت عباءة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك حكى له ما حدث ثم نام بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له بالنوم الطيب ثم أيقظه النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يحيط بالصحابة وكيف كانوا يتعاملون مع التحديات بصبر وثقة بالله حينها أرسل الله تعالى الرياح القوية للغاية على معسكر المشركين مما اضطرهم إلى الانسحاب وفي هذا السياق أشار الله تعالى إلى هذه الحادثة ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا الأزمة انتهت بفضل الله دون خسائر وجاء وقت الحساب المغضوب عليهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالتوجه معهم إلى موقع إقامة بني قريضة وقام المسلمون بحصار بني قريضة لمدة خمسة وعشرون يوما حتى استسلموا وأخذت بيوتهم وأراضيهم وعلى مر العصور بقيت أفكارهم ومبادئهم ثابتة ولكن الاختلاف الحالي هو محاولتهم إقناع العالم ببراءتهم وتبنيهم للدراما والمناصرة والتاريخ يظهر أنهم يفهمون فقط لغة القوة والعزم ربما يكون الكلام والتصريحات والهاشتاجات لها تأثير بسيط ولكن ليس هذا هو الحل المطلوب نسأل الله أن يعيننا على ما يرضيه ويستخدمنا في خدمته وأثناء قراءة سورة الأحزاب تشعر وكأنك تقرأها لأول مرة لا تنسى أن تصلي على سيدنا النبي وتستمر في استكشاف الموضوعات الهامة والمفيدة في الفيديوهات الأخرى التي نقم بنشرها بالقناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته